اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الأربعة بتقويض اتفاق الحبوب في البحر الأسود من خلال مطالبة أصحاب السفن برساوي مقابل تسجيل سفن جديدة وإجراء عمليات التفتيش تحت غطاء الاتفاق الذي تأمل الأمم المتحدة في أن يخفف من أزمة الغذاء العالمية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان إن تركيز تنسيق المشترك في اسطنبول الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق يواجه صعوبات في تسجيل السفن الجديدة وعمليات التفتيش هذا قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكساندر كوبراكوف إن عمليات تفتيش السفن تستأنف بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن التصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود اشتركوا في القناة